طبعا الحديث كذلك المدة هذه هو من البارح يعني على موضوع السلح الجزائي حاتم والانتلاق الفعلي في قبول الملفات وبعث المرسلات اللي يتزامن مع مسألة كانت محل جدل كذلك هي الأمر الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 17 مارس واللي معناها تحت عدد 250 لسنة 23 يقول ينص على إنهاء تكليف مكرم بن مناء بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يعني قبل تقريبا مما تتسلم لجنة الصلح هذه الملفات وتنطلق في مهامها يقع إقالة الرئيس وإذن زيارة الرئيس لمقر اللجنة اللي هي تزامنت مع زيارة الرئيس لمقر اللجنة واللي وقتها لاحظنا كمتابعين مشوفناش سيد مكرم بن مناء إلى جانب رئيس الجمهورية وقتها مشوفناش شوفنا بقية أعضاء اللجنة وكان الرئيس غاضب وقتها قلنا قال معناها مزلنا أحنا قاعدين نخدموا طوى الأجال قريب تنتهي هي فعلا ومزالوا يخدموا في النظام الداخلي اللي بيش يشتغلوا به واختلهوا الأجال الأولية قبل التمديد ستة أشهر يعني تقريبا العملية انطلقت من نوفمبر إلى غاية مارس والطوى ما انطلقتش فعليا في هذه المهام اللي مهام يعتبر الجمهورية أحد المراهنات الكبرى عنده هو في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة وهناك مراهنة كبيرة وذو الأرقام يعني طلعت ياسر وعدد الناس المشمولين بهذا إذا كان خذينا القاعدة الأولية اللي خلاها المرحوم فتعمر تقريب حوالي أربعمائة معناها رجل أعمال الأرقام خيالية تقريب 13 ألف هكا ولا المليار وبالتالي وقع جدل كبير وكبير جدا في الموضوع هذا والسؤال علاش بقينا دون لجنة مفاعلة فعليا يبدو أنه أحد هذه الأسباب في علاقة برئيس اللجنة اللجنة اللي معنا حملة هذه المسؤولية باعتبار غياب كما قلنا النظام أساسي للعمل المتاع اللجنة وغياب انطلاقة فعلية منتظرة ثم باش نناقشوا معناه والرأي العام قاعدة تابع جدوى هذه العملية متاع الصلح في علاقة بمسار كامل 11 سنة اللي هو تكفلت به هيئة الحقيقة والكرامة وهل تحقق شيء من موضوع هيئة الحقيقة والكرامة ثم جاء مشروع اللي يتقدم به المرحوم بيجي قيد سبسي اللي هو بزادة يدخل في نطاق الصلح يعني القانون بتاع المصالحة الزوز هذوما يبدو ما أدوش الأغراض النهائية اللي كانت معناه الناس تستهدفهم لتحقت هيئة الحقيقة والكرامة لا استرجعت الحقوق اللي هي كانت منتظرة ولا تمت بفعلها المصالحة وأغلقت ملفات للملفات ما زالت مفتوحة ولا قانون تقدم بيها المرحوم بيجي قيد سبسي بدوره حل الإشكال ما زالت ثم ناس ماشي جاي على المحاكم ما زالت موضوع الأموال هذية والناس اللي بذمتهم أموال ما ستردتش ثم في المقابل مؤسسات فلست هي بدورها في المقابل ثم ناس توفاه أصلا معناها ومعاتش موجودين ثم هو ناس لاذوا بالفرار وخارج البلاد لانتلاقة بالقائمة بتاع الفتاح أمور الله يرحمه ونعمه وصولا إلى قائمة أخرى أي قائمة لا إلى غاية اللحظة هذه ما شو تحدد معناها ما حددناهاش في القائمة هذه إلى غاية اللحظة هذه يعني ثم ناس مشمولين بهذا الموضوع وهم أشكونهم ما بعد 2011 ما زالنا معرفو معناش المعطة الصحية المرسلات والدعوات والاستدعات فيها الإخبار الرسمي لوتفي إيقالة رئيس اللجنة اللجنة الصلحة الجزائية هو المثال اللي يقول لك معناها صلح خائب خير من محاكمة صحيحة صلح الجزائية هذي هي وفيت سيلربيتراج معناها هي معناها كيكي بالقانون هو لربيتراج معناها تختار باش ما تمشيش لمحكمة وتعمل هال لربيتراج هذي الفلسفة بتاع الاربيتراج هي السرعة حاتم علش انت تختار علش الناس تختار لربيتراج على محاكمة على خطر لربيتراج سريع والمحاكمة تبطة شوية به كنجينا نحط عبد له بالصلح الجزائي ويقعد عام بشي يعمل للقانون الداخلي هو مع ما نساعد هو نجعل المحكمة خير واضح جانب اخر موجود اليوم في الاريار بلاو في علاقة الى ربما بالصلح الجزائي لانو حسب المعطيات اللي عنها هي معتمدة لصلح الجزائي كالية من قليات للدمويل الميزانيات نساعد دولة فما جانب اخر هو يقولك استرجاع اموال الشعب التونسي اموال الشعب التونسي ما مش مشو الميزانية للشعب التونسي معنا هذا هو الجدل ربما التوجه لعند رئيس جمهورية انو الاموال والناس المشمولين بموضوع الصالح بش قيمه مشاريع اللي يفاتيية تشكون مناعةarness للشعب الامريكاني مراني شعب التونسي المشاريع المشاريع اللي بشتير لفائدة النفائد شعب التونسي مموجش في علاقة بالتمويل المباشر للميزانية هو تمويل غير مباشر nice مش يخلق مواطن شغل بش يخلق ذروع مش نعملوا شركات مش نعملوا تنمية في المناطق الداخلين في عشرنمية معناه ما نختلفوش في هادا خليفة معناه لا معلاش نختلفو شوية تمويل ميزاني يكون تمويل مباشر مثلا عبر الاقتراض ولهنا نجيه للمشكلة هل سنفلح في الحصول على القرض من صندوق نقل دولي أما هي البدائل الممكنة عن القرض في صندوق نقل دولي فما حديث عند الاتحاد الأوروبي من ناحية وعند البارحة رئيسة الوزراء الإيطالية وهي تشتغل على الملف التونسي بحكم الصداقة لبناء تونس وإيطاليا وبحكم مصالحها لعلانة متاحة كان تخوف شديد من الانهيار الاقتصاد اللي تونسي الكلمة القاد تتعاود توا في أوروبا مش كان من هي وقالت سأسعى جاهدة باش نقف مع تونس سوا مع صندوق نقل الدولي ومع الاتحاد الأوروبي مش ما يقال له هاش توصل الانهيار الانهيار هل العبارة هذي هل العبارة هذي عندنا في بيننا بها ما عدناش بها ما عدناش بها حديث ما عدناش بها تشخيص لأنه مخرج حتى خبير في تونس قول تونس على وشك الانهيار ما قاله حتى خبير حتى بما في ذلك اللي هما معارضين سياسيين لمسار رئيس جمهورية يعني هناك كثير من الخبراء ما عدناش بارك تقريبا قالها معكا دمنيا سعيدين السعيدين السعيدين ده في ديسكور معين تقريبا متبانين عنده مدة الموضوع هذا يقول لك أنه احنا في وضعي سعيبا وشك الانهيار ربما نخافهم الانهيار طبعا هما ربما زاد يساعدوا في الخطاب هذا في أوروبا تخوفاتهم المستقبلية من الهجرة الغير النظامية اللي هي من القارة الافريقية الموضوع أحكيوا فيه وقت اللي جات لهجرة مواطني جنوب السحراء على مسأل حمال خاصة في العشرية السوداء كلمة انهيار من عند الاتحاد الأوروبي ما سمعت هايش ونرحة امريكا ما سمعت هايش طوه اللي فيها العسل اللي نهيار اللي هوني ما قدل جا الفخر يا ما مروا باهي والله باهي هاني مش نقولهم يكملوا وش نعمل لهم بنوقف مروا قتلكم مروا قتلكم مروا قتلكم مروا قتلكم مروا قتلكم أنا انتي مروا واحد تحبش حزوك إذا ندي ما سمعت هايش في العشرية الفارتة احنا متخاوفين على بلادنا وإن شاء الله ميروا هايش اللي نهيار الاقتصادي لكن يسمنا نيخدموا نقفوا لبلد نقفوا لبلد ونخدموا على روحنا ونصنعوا الثروة يلا